السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دعم قناة أسهل وأسهل على الوصفات حبيب البزقاء القناة النهاردة معنا وصفات حالة سهلة جدا جدا وسريعة في اقل من دقيقتين تقدر تعمليها ما تنسيش تدعمينا باللايك وتشتركي معنا عشان يوصلك كل وصفاتنا الجديدة اول حاجة معنا هنا آآ بسكويت آآ مفروم كوبية من بسكوت المفروم وعلي معلقتين من الحليب البودر وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من القشطة ومعلقتين كبار من الزبدة الصيحة ونخلطهم كويس جدا جدا بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين في اولي بالكوب كيك هنبدأ آآ نضيف قطعة بقطعة آآ ونعملها بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين وندخلها الفرن عشر دقايق كده هتجمل معنا من عشر دقايق لربع ساعة بعد كده هنطلح هتبقى معنا بالشكل ده كده الخليط بتاعنا عبارة عن الحليب المحلق المكسف مع الجبن الكيري ومخلطين كويس وهنبتدي نحشي البسكوت بتاعنا بالشكل ده كده وهنزينه بصوص الشوكولاتة بالشكل ده كده وهتزينيه بقى من فوق زي ما تحبي بالفواكه المقطعة او المكسرات المفرومة زي ما تحبي سهل جدا وسريع ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو عجبك وصفات سهلة جدا جربيها تعجبك الوصفة اللي بعد كده معانا كوباية من السكر البني ومعانا كوباية من زبدة الفول السوداني بالشكل ده كده وهننزل عليهم ببيضة ومعانا معلقة من سودة هنخلطهم كويس جدا 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 بالشكل ده كده وبعد كده هننزل عليهم بمعلقتين كبار من الشوكولات وهنخلطهم كويس جدا بالشكل ده كده معانا صاج الفرن هنفرش ورقة من زبدة من ورقة الزبدة وبالمعلقة بتاعتنا وهناخد قطعة بقطعة وهنرصها بالشكل ده كده وعلى فرن محمي مسبقا هندخلها الفرن لمدة تلت ساعة وهتطلع معاك بالشكل ده كده جميلة جدا وسهلة وسريعة معانا هنا الوصفة اللي بعد كده عبارة عن بسكويت سادة هنكسروا قطعة بالشكل ده كده وهننزل عليه آآ بشوية من المارشميلو بالشكل ده كده ونقلبهم معانا جوز الهند المفروم وعليه معلقتين من الحليب البودر بالشكل ده كده هنخلطهم كويس كده ومعانا آآ تلت اوالب من الشوكولت هنسيحهم على حمام بخار مائي بالشكل ده كده وبعد كده هننزل عليهم بآآ على الخليط بالشكل ده كده ونقلبهم كويس جدا ننخلطهم كويس جدا وبعد كده هنفردهم على ورقة زبدة كويس جدا وهنغطيه برضو بسوس الشوكولاتة من فوق وهنسيبه لحد ما يجمد معانا خالص هندخله التلاجة لحد ما يجمد وبعد كده هنخرطه قطع مكعبات بالشكل ده كده ويقدم متقدمي يعني الوصفة اللي بعد كده معانا شوكولت آآ هنسيحه على حمام بخار مائي ومعانا الكونو الجاهز البسكويت الكونو الجاهز هنغطيه بالشوكولت السيح اللي سيحنا بالشكل ده كده ونرصصه على صينية وتزينيه بقى آآ باي حاجة عندك زي جوز الهند او السمسم او اي حاجة حابة تزيني بيها بالشكل ده كده وهتسيبه لحد ما يجمد الشوكولاتة عليه وتقدميه بالشكل ده كده برضو وصفة سهلة وسريعة معانا الوصفة اللي بعد كده حلة سهلة جدا وسريعة تحلية جميلة جدا آآ بعجينة البتزا هنفردها رؤية جدا وهنخرمها بالشوكة وتبقى جاهزة معانا معانا آآ اتنين قالب من الشوكولت السادة هنسيحه في الميكرويف او آآ على حمام بخار مائي بعد كده بعد ما خرمنا العجينة زي ما قلتلكم بالشكل ده كده ودخلناها الفرن عشر دقايق طبعا تفريديها رؤية جدا وتخرميها بالشوكة وتدخليها عشر دقايق الفرن بعد كده هتكون جاهزة معاك هت هتغطيها بالشكلة آآ اللي سيحناه بالشكل ده كده خالص وبعد كده هتغطيها آآ يا اما بالمكسرات المفرومة او آآ الفواكه المقطعة قطع صغير او جوز الهند او اي حاجة متاحة عندك للتزيين وبعد ما هتغطيها هتغطيها برضو بالشكل ده كده وهتدخليها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدة سبع دقايق ما تنسيش تشترك معانا علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله تعجبك واشوفكو في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة